السلام عليكم النهاردة بقى انا اجيب لكم الجزء التاني من فيديوهات ايكيا واغلبه هيبقى اطباق بورسلين وكل البورسلينات اللي موجودة هناك اتمنى الفيديو يعجبكوا ولو انت اول مرة تشوفوني انا مروة صبري ودي قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس اول حاجة معايا البولات البورسلين دي اللي هي شكل الوردة دي بولة صغيرة ودي سعرها 99 جنيه فيه كمان القالب اللي هو البيضوي ده وده سعره 229 جنيه مقاسه 24 في 31 كمان معايا القالب اللي هو برضو شكل الوردة بس ده مقاسه كبير ده سعره 199 جنيه وقطره حوالي 32 صندق بعد كده فيه الطقم ده ده طقم هو لونه رمادي غامق بس تحسوه مدي على اسود شوية طقم عسول قوي مستطيل الطقم القطعتين مع بعض وسعرهم 299 جنيه سعره حلو جداً فيه كمان القالب البيضوي الصغير ده سعره 149 جنيه ده نفس الشكل الكبير بس دول كل واحد فيهم سعر مفاصل العلب الصق دي بقى تنفع للتوابل بهارات سكر شاي حلو قوي ودي سعرها 69 جنيه ارتفاعها 10 صندق المجل بورسلين ده اسود وده سعره 49 جنيه وفيه كمان المجل ده رمادي وفيه منال تركواز وده سعره 49 جنيه بولو ده شكل تاني للمجل اليد بتاعته بتبقى فوق شوية ونزل مسحوب من تحت سعره 39 جنيه كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان فيه من المجل اللي هو الازاز اللي بخمستاشر جنيه فيه منه مجل القهوة الصغير ده اهو ممكن بقى نعمل منهم طق يعني ممكن نجيب من المجلات بتاعت القهوة دي ونجيب كمان من المجلات بتاعت الشاي الاتنين سعرهم 15 جنيه اي شكل منهم سعر الواحد 15 جنيه فيه كمان المجل ده فيه بقى ده رسمة من بره كده وده سعره 99 جنيه فيه منه الوان تانية اهو فيه منه الكحلي وفيه منه الرمادي والمجل الابيض ده سعره 89 جنيه مضرب النسكافيه حلو جدا على فكرة المضرب ده في الاستخدام ده سعره 69 جنيه نروح بقى للفرنش برس اللي بتعمل فوم للنسكافيه والحاجات دي دي سعرها الصغير بتاعتها بتلتمية تسعة وتسان جنيه بتاخد تلاتة من عشرة لتر تقريبا والكبيرة سعرها خمسمية تسعة وتسان جنيه دي طبعا بتبقى كل الجسم بتاعها ازيز ومن جوه بتبقى ستانلس فيه ترابيزة بقى كاملة هنلاقيها للحامل بتاع المناديل الصفرة بكل اسكالهم فيه الشكل ده صغير واللونها بينك سعرها 49 جنيه وطبعا حامل المناديل الشهير بتاع ايكيا الابيض اللي فيه ورد ده ده سعره 69 جنيه فيه كمان الحامل المناديل الخوص بمية تسعة وسبعين جنيه والشكل اللي هو النحاس ده بميتين تسعة واربعين جنيه حامل المناديل بقى اللي هو شكل مربع وفيه حاجة تقيلة كده بتتحط على المناديل من فوق علشان مطرش اهو ده شكله بمية تسعة واربعين جنيه وده بيبقى مناسب اكتر للتربيزات اللي هي بتبقى قوي الدور ده شكل العلبة بتاعته نروح بقى للمناديل بتاعة ايكيا انا عايز اقول لكم الوان كتيرة جدا 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 وكلها اجمل من بعضها الباكت ده بيبقى خمسين منديل وسعره تسعة وخمسين جنيه فيه منه باعه زيتي اخضر مستردة ازرق لبيتي ولفي كل الالوان اللي ممكن تتخيلوها هتلاقوها منه زي ما قلتلكم هو بيبقى خمسين منديل وسعره تسعة وخمسين جنيه اكبر باكت مناديل بقى في ايكيا هو بيبقى مية منديل بس هو بيبقى لون ابيض بس وده سعره تسعة وخمسين جنيه اللون الأبيض الميت منديل سعره 59 جنيه البولة الإزازي الكبيرة دي سعرها 49 جنيه بس هي تقيلة شوية تعالوا بقى نروح للأطباق البورسلين شايفين الشكل ده؟ حلوة جداً ده بيتباع منه طقم كامل طبق الرز وطبق الجاتو والطبق الغويض ده بتاع الغرف او بتاع الشربة وده سعر الطقم كامل 1199 جنيه مكون من ستة أطباق من كل شكل يعني كل شكل من الأطباق اللي انا ورتها لكم دي في منها ستة فلطق تعالوا بقى نروح لشكل تاني فيه الشكل الأطباق اللي هي الوردة دي برضو آآ ستة جاتو وستة طبق وجبة كاملة وستة بولت شربة وده سعره 1499 جنيه وده شكل الباكت بتاعته بعد كده بقى هنروح لأكتر طقم بورسلين مشهور في آيكيا الطقم الكامل اللي هو بيبقى آآ 18 قطعة وسعره 899 جنيه بيبقى آآ ستة طبق كبير وستة جاتو وستة شربة فيه منه بقى ألوان كتيرة جدا بستاج وآدل بينك وآدل تركواز آآ فيه أبيض فيه كمان منه رماضي وفيه أسود وفيه بيج يعني تقريبا كل الألوان موجودة منه تقدري بقى لو انتي عروسة جديدة وحبة تعملي منه طعم فانتي ممكن تغذي لونين مع بعض وتشكليهم بقى يعني تغذي مثلا آآ بينك مع بستاج او آآ او اسود مع مع تركواز ممكن تغذي تعملي تشكلي منه طقمين وتعملي منه طقم كبير اهي فيه منه كمان الرماضي وفيه منه الاسود شايفين تشكيلة ألوان بجد رهيبة وجميلة جدا الطقم داعه السول قوي وأنا بحبه قوي بقى نشتري منه الأطباق مفاصلة بس مش هيبقى أحسن حاجة ولا أحسن سعر يعني بولت الشربة بتسعة وستين جنيه الطبق الكبير بتسعة وستين جنيه والطبق الصغير بتسعة واربعين جنيه فانتي لو جمعتي هتلاقي نفسك دفع أكتر ما تشتريه طبعا آآ كامل على بعض فيه بقى منهم سرفيس هنا ممكن تشتري مع الطقم بتكملي بسرفيس يعني زيادة وسعر السرفيس تسعة وتسعين جنيه ودي بقى كل الألوان منه برضو زي ما قلتلكم ممكن تشتروها منفردة ونفس الحكاية في الطقم اللي هو كان واردة ده ممكن تشتروه منفرد كل طبق لوحده فيه بقى الطقم ده أزرق اهو زي ما احنا شايفينه البولة بتاعت الشربة سعرها تسعة وسبعين جنيه الطقم ده ما فيش منه طقم كامل لازم تشتريه كده منفرد آآ وفيه البولة الصغيرة دي بتسعة وتلاتين جنيه الطبق بتاع الجاتو مش كاتبين السعر عليه وفيه البولة الكبيرة بتاعت اللي هي شكل المج دي بتسعة وتسعين جنيه انا وردتها لكم قبل كده فيه منه الطقم ده الرمادي وفيه منه آآ الكشمير او زي ما انا قلتلكم عاملين منهم أطقم مشكلين اللونين مع بعض فانتي ممكن تروح تشتري آآ أطباق وتعملي طقم كبير آآ بلونين وهيبقى شكله لطيف جدا وحلو قوي فيه بقى تاني أطباق آآ أركبال آآ دي بقى اللي سعرها على قد الإيد شايفين تشكيلة الأطباق دي كلها اي طبق منهم سعره تسعتاشر جنيه سواء الطبق الكبير دي بولة الشربة هي سعرها تسعتاشر جنيه وفيه الطبق الكبير بتاع الغرف تسعتاشر جنيه وفيه طبق الجاتو بتسعتاشر جنيه الطقم ده مناسب لو انتي هتجيبيه لاستخدام المطبخ آآ السريع كده اه ده سعره تسعتاشر جنيه الجاتو وفيه كمان البولة الكبيرة اللي هي بتاعة الكوشري دي سعرها تسعة وعشرين جنيه ممكن تيجي بقى تغدي تعملي مثلا ستة أطباق من كل حاجة كده وتغدي معاهم البولة الكبيرة اه وتعملي منهم طقم بس ده مش بورسلين ده أركوبيل نطلع بقى من هنا على قسم المفروشات بس أنا هجيبلكو في الفيديو ده بس أسعار مفرش تربيزة المطبخ ده مفرش قريب للمشمع شوية كده سعره مية تسعة وسبعين جنيه وده سعره ستمية تسعة وتسعين جنيه وتر بروف ده مفرش كروهات قطن كبير سعره تلتمية تسعة وتسعين جنيه وده برضه قطن وسعره ربعمية تسعة وتسعين جنيه بعد كده بقى هنروح للرنر الرنر ده بيبقى في نص الصفرة بس كده أو في نص التربيزة بس كده ده سعره مية تسعة واربعين جنيه وده سعره 149 جنيه برضو الرمودي سايدة وفيه الرانر بتاع ايكيا ده اللي شكل استجادة والسطارة بتاعت ايكيا وده سعره 109 جنيه بعد كده فيه كمان معي الستاند ده ستاند ستانلس كبير وعريض يعني يستحمل نحط عليه حاجة كثيرة هو الحد هنا بس يعني دول اتنين ستاند محطوطين جنب بعض وده سعره 745 جنيه شايفين؟ ممكن نعلق فيه حاجة منك جنب كمان نحط عليه البرتمانات كده بالشكل ده فيه بقى علبة الحوت دي بيتحط فيها الفرشة وبيتحط فيها إزازة الصابون ممكن الليفة ودي سعرها 99 جنيه الصفوية دي شايفين الفكرة بتاعتها هي نزلة منحدرة كده بتتحط جنب الحوت في جزء عالي وجزء نازل لتحت سعرها 89 جنيه بحيث تحطي الأطباق أو الكبايات والمية تنزل على طول على الحوت إزازة الصابون دي بتسعة واربعين الفرشة دي بخمسة وعشرين جنيه منظم الأدراك ده بقى بيتحط علشان ننظم فيه نحط فيه المعالق أو السكاكين أو كده في الدرج بتسعة وعشرين جنيه فيه كمان حامل التورتة الإزاز بالغطى ده بسعر خمسمية تسعة وتسعين جنيه معانا كمان حامل التورتة ده بورسلين بس من غير غطى وده سعره تلتمية تسعة وتسعين جنيه فيه بقى طبق العيش المعدن ده للصفرة آآ ولونه أزرق وده سعره مية تسعة وعشرين جنيه كمان معايا حامل العيش برضو أو طبق العيش الخوس ده بالشكل المدور ده ممكن نحط بقى فيه الطاست ممكن نحط فيه الكايزر وده سعره آآ مية تسعة وتسعين جنيه وفيه الطبق الخوس برضو البيضاوي ده طبق عيش شكله عصول قوي برضو ده سعره مية تسعة وتسعين جنيه تعالوا بقى اشوفوا الاختراع الجامد اللي عجبني ده دي صانية تقديم دورين معدن في خشب سعرها ربعمية تسعة واربعين جنيه بس فكرتها عجبتني قوي ان انت ممكن تقدمي عليها صنفين مختلفين ودي شيالة زيز سعرها تلتمية تسعة وتسعين جنيه تنفع للكحكو والبسكوت والبيتيفور والعمود اللي في النص ده ستانلس نرجع بقى للحاجات اللي هي بتاعت المطبخ دي انا نسيت احطها لكم في الفيديو اللي فات في اللي سباتيولا دي في منها اربع الوان ودي سعرها تسعة وعشرين جنيه نعم دور الاربع الالوان بتاعها فيه كمان صفاية الاطباق اللي ستانلس دي ودي سعرها مية تسعة واربعين جنيه لو انت عندك غسلة اطباق ممكن تحطي فيها المعالق وكده وتخسلي فيها المعالق عادي دول تلات لفات للمطبخ مع بعض التقم الكامل سعره تسعة وعشرين جنيه ومعايا صنية ايكيا المشهورة الكبيرة البيضوي دي دي بمتين تسعة وتسعين جنيه هلاقي جنبها بقى فيه تقم التوابل ده اربع مع بعض ودول سعرهم تسعة وخمسين جنيه وده ينفع للتوابل اللي هي مش بنجيبها بكميات كبيرة بعد كده فيه صفاية الاطباق دي بتاعة الحود اهي حجمها كبير والماتريال بتاعتها حلوة جدا ودي سعرها تسعة واربعين جنيه بس والالوان منها برضو ابيض بس وكده يبقى الفيديو بتاعنا النهاردة خلص اتمنى الفيديو يكون عجبكو وعايز اقولكو الفيديو الجاي كمان هيبقى فيه مفاجأة كبيرة يعني هيبقى احلى من الفيديو هيندول بتاع ايكيا لاني مسورالكم فيهم قوة جاملة وفيهم افكار حلوة ممكن تخديها لو انت عروسة او لو انت بتوضى بشقتك وجمان جايبالكو فيه مفروشات وجايبالكو اشكال الكنب باسعارها اه فلو انتو ما اشتركتوش في القناة وكنتو شفتو الفيديو ده فاشتركوا فعالوا الجرس علشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها اه وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو هو عجبكو واخر حاجة احب اقولها بعد تزر النهاردة علشان صوتي غريب النهاردة بس انا حاسة ان انا دخل على دور برد اه بس برضو حبيت اعملكو الفيديو ونقول سليه اشتركوا في القناة